انتهت منذ قليل الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها جمعية القضاة هنا بقصر العدالة في قلب العاصمة التونسية للاحتجاج ولرفض قرار الرئيس قيس سعيد بحل المجلس الاعلى للقضاء القضاة قالوا ان سعيد يهدف لوضع يده على المرفق القضائي وعلى يعني التعينات في المجال القضائي على غير طبعا تصريحات الرئيس عند لقاءه بوزيرة العدلة لجفال مساء امس حيث اكد انه لم يحل المجلس الاعلى للقضاء وهو اعلى الاجهزة الدستورية والقانونية في البلاد هو فقط يعني الغى التركيبة الحالية للمجلس الاعلى للقضاء وهي تركيبة يعني اخلت بواجباتها ويعني بالمهام المكالة اليها واهمها النظر في مدى استقلالية القضاء التونسي في علاقة بكبرى الملفات كالاغتيالات السياسية وكذلك الملف يعني ملف الجهاز السري لحركة النهضة لكن برغم تصريح الرئيس التونسي الا ان هناك اسرار من بعض القضاء اليوم في وقفتهم الاحتجاجية بيعني مساعي الرئيس التونسي لحل المجلس بشكل نهائي ووضع يده كما قلت على المرفق القضائي هناك اضراب تقريبا كل المحاكم توقفت اليوم عن العمل بانتظار ربما ما سيحصل بعد هذا الجدل بين رئيس الجمهورية من جهة والقضاء من جهة اخرى في الايام القليلة المقبلة ان كان هناك سيكون هناك تعينات على رأس المجلس الاعلى للقضاء او ربما انتخابات داخلية او حتى تغيير للقانون المنظم لعمل المجلس الاعلى للقضاء بتركيبة اخرى وقانون داخلي اخر نعم اشتركوا في القناة